بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله علي أفضل الصلاة وأزكى السلام وكن رب أدخلني مدخل صدك وأخرجني مخرج صدك واجعلني من لدنك سلطنة نصير إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم فيه أن هعمل فقرة جديدة هتبقى فيه الصبح إن شاء الله يعني كل يوميا بإذن الله هنتكلم فيها عن نوع من نوع المخصبات عن عنصر من العناصر المفيدة للنبات ونشرح بالتفصيل ونشرح هو بيفيد النبات فيه أو بيفيد الأشجار فيه أو بيفيد المحاصيل فيه ومع بعضنا نعرف بعضنا الكلام أنا الهومك أسد كنت ذكرت قبل كده في بعض الفيديوهات يعني نقطة بسيطة عنه النهاردة إحنا نتكلم عن الهومك أسد الهومك أسد يا جماعة عشان بس نبقى لدفهمها بعض من الأول هو بيصنفوه ما بيننا كده بالكلام العامي إنه هو وزير النقل في النبات ما بين التربة والجزور والنبات هو بينقل يعني مثلا العاصر معقدة في التربة لا يسرها شوي يحسل من كدرة التربة فيها شوي بملوحة لا يحسل من كفاءة التربة شوي التربة عند رملية بتحتفزش بالماء نوعا ما لا يخلى تحتفز بالماء شوي تمام يا جماعة هو دي كده الهومك أسد زي ما تشوفين في الصورة ها هو لونه أسمر الهومك أسد لونه أسمر ناتج من إيه الهومك أسد؟ يعني أصله منين؟ هو بيتصنع من إيه؟ هو بتصنعش ده هو موجود ربانيا هو موجود ربانيا تب من إيه؟ من تحلل مثلا بقايا النبات الدبال مثلا زي الأوراق أي نبات مثلا وبزات نباتات الغابة زي مثلا حطب الدورة دي الحاجات دي كلها بقايا تحليل النباتات إن كان خشب أوراق فروع أي حاجة بقايا تحليل النباتات وبزات في الغابة تعرفين في الغابات الغابة تبقى أرضها متحجرة من كتر الدبال ومن كتر الحاجات اللي هو أقع فيها فبفاتته أرضية الغابة بيجي منها الهومك أسد الهومك أسد قلنا بحنا كنا اتفادنا إن هو إيه؟ إن هو مفوش عناصر هو ما بيفيدش النبات في حاجة يعني هو بطبيعته كده مش يحطه كمخصب لا هو مش مخصب هو إحنا قلنا بقايا إيه؟ إحنا قلنا بالطلع العمية بتاعتنا هو إيه؟ هو وزير النقل أو هو وسيلة النقل ما بين التربة والجزور والنبات إزاي؟ إزاي؟ الهومك أسد إحنا مش نخرش في نقطة فنية يعني جامدة عشان بس كوني ناس تفهمني النقص دي الهومك أسد بيعمل على تحسين التربة تحسين خاصة التربة يعني مثلا فيه التربة الرملية اللي هي الرملية المسامية قوي اللي هي مثلا عايزة تتسئ مرتين وثلاثة في اليوم لأن تحتفزش بالماء خالص لقي خليها تحتفز بالماء شوية يخلي فيها إغشاء يعمل شبكة من التفارعة الأمانية في الأرض فيعمل على أن يخل التربة متماسكة مثلا زي الطينة يعمل تماسك في التربة تشايفين هو أوزت نفسه تمسك مع نفسه؟ أهو يا جماعة تمام؟ تمام أهو المهم أهو المهم فبقى إيه بقى الفايدة الجوهرية من الهومك أسد أول حاجة أخد عندك قلنا إنه بيحسن التربة بيعمل على تحسين التربة محسن طبيعي للتربة يساعد النبات على امتصاص العناصر الغذائية والماء يبقى يساعد النبات إحنا قلنا بقى هو أن إيه؟ قلنا أنه وسيلة نقل وسيلة مساعدة بيساعد النبات على امتصاص العناصر الغذائية والماء محفز طبيعي للبزور على الإنبات محفز طبيعي للبزور على الإنبات بيحسن نموه وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة في التربة يعني عشر العلاء المنزقة الأرض وددان الأرض والكلام دة كله والحيونات الدقيقة في التربة في ت rankings وتوافقوا على الخصوبة يزيد من السعة التبادلية للتربة ويعمل على تنظيم البي إتش في درقة الحمودة والقلوية chill جزور النبات يعني العرضة عندي فيها نسبة ملوحة وفيها البيئة شعالي أكون بوضع الهيومك أسد تمام يا جماعة تمام يزيد من قدرة الشعيرات الجزرية على الامتصاص على الامتصاص سواء العناصر أو الميا وخاصة في التربة الفقيرة مثل الرملية والجري دي كلام اللي قلناها من شوية بيعمل على أنه بيعمل شبكة من التفرعات الأمينية بيخالها تحتفظ نوعا ما بالعناصر والماء تمام يا جماعة تمام عند خلطهم على الأسميدة الكيموية بيعمل على زيادة استفادة النباب من الأسميدة الكيموية أنها ما تتعقدش في التربة أنه بيبقى زي الوقت زي إيدتا بس إن حطت إيدتا معها بقى مركب مخلابي ما هو المخلاب دي احنا بنتسمي الإيدها أو الإيدتا زي بقولوا عليه الإيدتا أو الإيدتا ده بيعمل بأنه مخلاب بيبقى مسك العنصر الكيموي ويأسروا النبات بيخلوش يتعقد في التربة بيقى موجوب مؤسر النبات بيستمرار تمام يا جماعة تمام إيه بقى صور الهيوميك أسد في الأسواء المصرية؟ ما هو أنتش تلاقي حاجة اسمها هيوميك أسد كده؟ لا المشهورة منه في الأسواء المصرية هي مات البوتاسيا وفي حاجة اسمها الفولفك أسد الفولفك أسد يتحط بمعدل 1 جرام على الليتر مية ويفضل ناقع يومات البوتاسيا أو اليومات البوتاسيا أو اليومات البوتاسيا أو اليومات البوتاسيا الأسواء المصرية يفضل ناقعها من 4 إلى 5 ساعات في المية قبل الاستخدام حيث أنها تخمر مع المية تبقى جزء لا يتجزأ من الماء وأحب ما أحطها مع السمادة يبقى تعمل الفوائد المرجوة منها تمام يا جماعة؟ تمام وشان ما تتعجنش في قلب المية أنت مكهم تتحطها بتعجن لا أحطها 4-5 ساعات كده تتناسك مع المية تماما وأرجع أحطها في السمادة ما تعجنش الفولفك أسد لونه مش أصمر الفولفك أسد لونه مش أصمر الهومك أسد لونه أصمر أو اليومات البوتاسيا من الأصمر الفولفك أسد لونه أصفر داكن لونه أصفر داكن هو أحد مركبات الهومك أسد وهو أحد الأحماض العضوية المهمة لتحسين خوص التربة المهمة لتحسين خوص التربة سمعتم معي؟ الفنفك أسد يشبه اليوم كأسد في صفاته ولكن هو غالي السمن وهو يشبه في صفاته هو أحسن من اليوم كأسد فيه إنه هو وزن الجزئي بتاعه خفيف اللي هفهم الكلام ده درس كيميا أو اللي بيدرس أصلا يعني اللي في المرحلة السنوية أو في المرحلة العددية هيفهم يعني الوزن الجزئي والكلام ده بس حاجة مش ملك قوي بس هو من الوزن الجزئي بتاعه خفيفة بيساعد على الامتصاص من الأوراق للجزور بيساعد على الامتصاص النبات اللي هم من الأوراق والجزور قلنا الفولفك أسد استخدام كل رش بمعدل 2 جرام على الواحد لتر مياه حسب كمية المياه المستخدمة فلو هنستخدم رش قولنا يبقى الفولفك أسد لكل توازن الجزئي زي ما قولنا عشان يبقى كل توازن الجزئي يا جماعي يبقى مخفف الورقة تقدر تمتصوا سهل الامتصاص على الأوراق وسهل الامتصاص من الجزور طبعا يعني والمعاملة الأرضية يبقى الهومك أسد اللي قدامك دقا وهي يوميت البوتاسيام لأنه سعرها رخيص وانت تحتاج كمية كبيرة لوضعها في السمادة وكده قلنا كل حاجة عن الهومك أسد وآخر حاجة عزيزي تيفي معاكم عادة تاني أن الهومك أسد مهواش مخصب هو ذات نفسه مش مخصب قلنا أنه وسيله بمواصلات قلنا أنه يحسن خوصة التربة ويحسن من المواد الكيموية يخليها منصر للنبات يحسن من خوصة التربة ولكن هو لا يضيف جديد للتربة ويحسن من خوصة نحن نقلونا في الرملة ومثلا أن llegده قدامنا أرض رملة ليس طينة يا جماعة أعتبر أن هذه الرملة فقيرة بالعناصر وما بتحتفش بالماء يكون فقيرة بالعناصر وتحتفش بالماء بيعمل شبكة من التفرعات الأمينية وبيخليها تتماسك بيخليها شبه الطين نوعا ما شابها الأرض الطينية نوعا ما فيخليها تتماسك ثم تحتفى بالماء والعناصر اللي غزية ولا تبقى شفقيرة مثل مثل المقبل يعني زي بقوله بلغتنا نص العامة للعامة كله وفي النهاية كده جاينا لنهاية الفيديو وفي النهاية أشكركم وأرجو إنه يكونوا استفدتوا وبنشط كل الناس كل اللي بيسمعني يا جماعة ياريت يعمل متابعة ويشجعنا يعمل لايك يعني عرفنا إنه شاهدنا والله إحنا هنسعد بحاجة زي كده أنا أول مرة أقول الكلام ده والله بس يعني أنا شايف المشاهدات قليلة على القناة مش عارف ليه التفاعل قليلة مع القناة مش معنى يعني ما بنزل النبات نادر كلكم تدخلوا على القناة شاهدوه ما تسمع يا جماعة في النباتات كلية يعني إحنا خبرة سنين بنديها لكم في عشر داي انتمكن شايفين عشر داي تقلق على قلبوك قوي أنا عارف بس والله يا جماعة والله دي خبرات يعني دي خبرات شخصية مش أنا جاب كلمتين من كتاب أو جاب كلمتين من عنات أو جاب كلمتين وبقولهم لك وانتم كان عارفتوا كده من نباتات النادرة ويمكن مش هتلاقوا حد عن نت بشرح لكم إن نباتات النادرة زي ما أنا بشرحها كده بعد أقول لكم كل حاجة وأقول لكم بتتزرع إزاي ومش عمر ما يقول بتتزرع إزاي والعمر ويديك سر المهنة بتاعته أو سر النجاح اللي وانكحه بس إحنا إحنا عايزين كل حاجة نتشر إحنا عايزين الزراعة تنهض في بلدنا إحنا عايزين نساعد البلد يا جماعة البلد أي ما بين إحنا مصر والدول العربية كلها إحنا الدول العربية كلها دولة واحدة إحنا كلنا واحد الدول كلها أي ما على الشعوب يا جماعة الشعب إن كان عايز الدولته تعلها تعلها كبر دماغ لك أنا إيش أكون لا إنت إيش تكون أيوه أيوه في أنت ما تشتغل وغيرك تشتغل وكله يشتغل وكله يشتغل وكله يشوف مجاله وكله يشوف شغله أيوه البلد هتنهض مشبورة عن شعلا مصر الدول العربية كلها إحنا كلنا دولة واحدة والمسلمين كلهم واحد مش الدول العربية كلها كمان وفي النهاية بنرجى التوفيق للرؤساء بتوعنا ولرئيسنا في مصر ربنا يوفق الجميع وربنا يوفقهم لكل خير وهم ان شاء الله انا بتفعل بالقام الجهة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته